أمينة أردغان زوجة رئيس تركي رجل طيب أردغان تقول البشرية مدينة لأطفال غزة وسوريا وأوكرانيا وجميع مناطق الصراع الأخرى بمستقبل يليق بالكرامة الإنسانية لا الحروب أو الموت ويجب النظر إلى الوضع الحالي لأطفال العالم الذين يلفون في أكفان حتى قبل أن تستخرج لهم شهادات الميلاد كانت حضرة سيدة الفاضلة أمينة أردغان في مؤتمر متعلق بالحرب في أوكرانيا ومعاناة الشعب الأوكراني وأرادت أن تقحم هؤلاء الذين يستحقون أيضا وقوف المجتمع الدولي بجانبهم أطفال سوريا وأطفال فلسطين الذين يئنون ويبكون ومعهم أيضا أطفال السودان على أسف الشديد هؤلاء لا بواكي لهم نعم نتعاطف مع أطفال أوكرانيا ونتعاطف مع ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية بالمناسبة اليوم تم التعبير عن مفاجأة كبرى من قبل صحف عالمية أشارت إلى أن عدد ضحايا ومصابين حرب روسيا مع أوكرانيا وصل إلى مليون شخص مفاجأة كبيرة لكن توضح بأن الحروب لا تأتي إلا بالدمار نعم أنصر